مريم عليه السلام أمها لما كانت حامل بها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا يعني نذرت الحمل بتاعته الجنينة بتحمل بيه قالت محررا يعني يخدم البيت المقدس اللي هو القدس في فلسطين قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لما ولدت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى كأنها تألمت وضعتها أنثى هي كانت ترجو الذكر لأن الذكر أقوى في الخدمة الذكر بيخدم تمام قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت وليس الذكر كالأنثى يعني في الخدمة البخدمة الذكر ما بتخدم الأنثى قالت ربنا قال قالت فتقبلها فتقبلها الله تبارك وتعالى قبولا حسنا قالت وأنبتها نباتا حسنا يعني نشأت نشأة حسنة ونشأة طيبة وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وفي قراءة وكفلها زكريا يعني بيقى كفيل ليها والي عليها بيكفولة وزكريا عليه السلام هو زوج أخته مزوج خطط أولي طيب مريم عليه السلام نشأت في بيئة طيبة ونشأت نشأة كريمة ومحصنة بعد فترة بدأت لها المعجزات بقت في المسجد عند محراب محراب وراء المسجد بتتعبد فيه لما كانت تتعبد في المحراب ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليها جبريل عليه السلام كويس وجاء جبريل في صورة بشر بشر عديل كذا لما جاه قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني ما هي استغربت إنه هي براها وهي إمرأة ويدخل عليها رجل كويس خافت منه قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لأنها هي أصن ربنا وصف بإنه أحصنت فرجها فما بتتلاعب في مسألة دي جاء راجل طوال إذا تخوفه بالله قالت له إنت لو تغير يعني بتخاف الله ما تمسني بيسو إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا هنا جبريل عليه السلام بي الله مسألة مهمة جدا أول حاجة قال لا إنما أنا رسول ربك يعني شما تخاف أنا مرسل من الله إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا طيب انتبه لأيدي طبعا في ناس عندهم تفسير للغرام بعرفوه براهم أنا بجيك بعدين لكلامنا اللي قالوه لكن نفسنا نشوف معنا الآية شنو قال لا إنما أنا رسول ربك يعني الله رسلني رسل بيات وظيفة أو بيات رسالة قال ليهب لك غلاما زكيا وفي قراءة ورش إنما أنا رسول ربك ليهب لك البيهب الله ليهب لك غلاما زكيا عشان كده يا أخوانا أزول لمن يفهم الآية الصح جبريل ربنا سبحانه وتعالى رسلوا يهب لمريم يعني رسلوا بعثوا برسالة معينة امشي أدية البيهب ما جبريل في ناس فيهموا إنه البيهب جبريل وقاسوا على كده إنه الشيخ منهم أو الرجل الصالح منهم ممكن يهب زي ما زي ما جبريل عليه السلام وهب نقول لهم فهمكم للآية غلط ليه لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في الأول في بداية الآية قال إنما أنا رسول ربك يعني الله اللي رسلني مش أنا براية البهب ليك لا الله رسلني أهب لك أي بما بعثني به الله أو بالبلد كده أضرب لك المثال بالراحة إنت مثلاً ماشي مسافر ودار تدي وصية توديها لأولادك في البيت كويس؟ تديها لأزول يقول اسمه أحمد أحمد دار يمشي البيت هناك شان يودي الوصية دي للأولاد أحمد دار من يمشي البيت بيقول لهم أبوكم أداني وصية أديكم ليها طيب هل أدىها أحمد دار ولا أدى الأبو أصلاً الأدى منه الأدى الأبو صح؟ أحمد داري مرسل بس شان كده ما فهم الآية جبريل ما أدى الجنه وما بيدي الجنه شان الناس يقول لك لا لا بيجوز الشيخ يقول أنا بدي الجنة زي ما جبريل أدى الجنة لمريم عليها السلام لا أبداً مريم عليها السلام اللي وحب لها المولود ربنا سبحانه وتعالى بدليل تاني بدليل تاني استغربت مريم قالت له أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قلت له أنا ما زوجته طيب كيف أجيب ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية البغية عن شنو يعني الزانية قلت له أنا ما زانية نمر واحد نمر اتنين أنا ما متزوجة ولد من وين جبريل قام قال لها كذلك قال ربك هو علي هين إذن اللي أعطاه منه أعطاه ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيال لها إنه الأمر دهين علي الله اديها ولد من غير شنو اديها ولد من غير زواج قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية آية رحمة منا وكان أمرا مقضية سبحان الله ما شل جدام دخل عليها زكريا لما دخل عليها في المحراب ربنا قال وجد عندها رزق الرزق اللي يقول ده شنو لقى عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف غريبة يعني دي حاجة غريبة لما نزول يجي لقى ليه شيء نادر نادر جدا ويلقى عن زول لا في زول جابوا ليه ولا مرسال ولا يجي شيء قام سأله قال يا مريم أنه لك هذا ده جبتي من وين هما كفيل بالنسبة ليه أنه لك هذا قالت هو من عند الله سبحان الله شوف الآية ربنا قال هناك دعا زكريا ربه هناك الإمام الشوكاني قال هنا للزمان ما للمكان يعني مش في المكان داك لا في الوقت داك أول ما جلق عندها فاكهة نادرة مستحيلة مستحيل لتلاقي في وقت زي دا لقى قداما أيوة أدرك زكريا عليه السلام أدرك في الوقت داك إنه ما هي قالت له دا من عند الله إنه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجيب الشيء الشبه مستحيل هناك في الوقت داك دعا زكريا ربه دعا ربه باش نوم هو أول حاجة كبير في السين إني قال وهنا العظم مني كبير واشتعل الرأس شايبة معنى ذو الكبير وبعدين مش كده بس ومارته ما له عاجر يا أخوانا دا بالمنطق كده ما بلد صح بالمنطق بتاعنا اللي بنعرفه إحنا دا دا ما بلد لكن لمن جاء لقى إنه مريم دي عندها فاكهة الصيف الشيطة ودامه السحيل دامه السحيل عندهم بحسب القانون المعروف يعني أها في الوقت داك طمع في اللي جاب لي مريم دا طمع في ربنا إنه يديه الجنة زي ما جاب لي مريم فاكهة الصيف في الشتاء يديه جنة وهو كبير ومرته كبيرة ومرته عقيم ما بتلي قال هناك دعا زكريا ربه في مسألة تاني لطيفة ومهمة جدا نحن الليلة في مجتمعنا دا لو جيت لجي الزول زي دا عنده فاكهة الصيف في الشتاء أو أي حاجة نادرة كويس؟ حاجة نادرة بس جيت لجيت عنده أغلب الناس يعتقدوا في الزول ذاته وبقوموا بيدعوا منه بيدعوا الزول ذاته بدلي يدعوا الله اللي أدى الزول دا امشي يدعوا الزول ذاته يا فلان وبركاتك وتنفعنا وتلحقنا وانت جبت فاكهة الصيف في الشتاء ما جابه شكرا جوف زكريا عمشنو ربنا قال هناك دعا زكريا منه دعا مريم ما دعا مريم لأن مريم ما جابته من عنده جابه ليا الله ودي من أنفس ومن أهم الفوائد العقدية في الآيات دي إنه الزول يدعلك بأي الله الله اللي بيجيب ما بيجيب مريم عليها السلام ولا زكريا عليه السلام ولا أحد من الناس ما اللي بيجيبه طوالي قام شنو قال هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سبحان الله شوف الدعاء ذات الدعاء بفهم نحن أسأل واحد لو دعا يقول يا الله دعا لي سبع أولاد وستة بنات اطلعوا ثلاثة عاقين ممكن يدقوك في البيت ما تقول ولد ساي قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين ما قال ولد بس لأنه ولد والله يطلع مستهبل يبقى وبال على كدتة ذاته تقول ولد صالح ولد طيب إلى آخره كويس سبحان الله مريم عليه السلام حملة وده طبعا في المجتمع لحد الليلة أي مجتمع امرأة تحمل من غير زوج ده عار على ولا ما عار مشكلة كونها تحمل من غير زوج لكن ربنا سبحانه وتعالى دار يمتحين امتحان صعب ويرفع بيه امتحان صعب وربنا بيرفع بيه كويس حملت عليها السلام واتخذت من أهلها مكانا شرقيا بقت بعيدا منهم كويس ربنا قال فأجاءها المخاض 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 يعني الوضوع إلى جذع النخلة قاعدة تحيط جذع بتاع النخلة كويس بالله كذي تخيلوا معي اخواننا الموقف ده صعب كيف هي مرة والوضوع حار براه حار كذا يعني لو زوجة قاعد ولا طباوة كفين بيجاي وناس الحلة راجين والناس مبسوطين لها كذا برضو حار كويس مع ذا هي اتلمن عليها الألم الجسدي بتاع الوضوع حار وتاني شنو الألم النفسي انه بعد ما تضع الولد ده حتقول لي هلا ده جبت من وين مسألة دي صعبة جدا كويس ربنا قال فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا ريتني لو مت زمان والناس نسوني وما عارف اي حاجة زاته لانه المسألة صعبة جدا عليها سبحان الله قام يتكلم معها عيسى وعيسى عليه السلام في كتب التفسير جابوا جابوا انه كان بيتكلم معاه جوا بطنة بلاه بيتكلم معه جوا بطنة كويس بتونس معه لمن تكون مع الناس بتسمعوا بسبح لمن تكون بلاه بتكلم معها عديل مباشر اول ما جاءت عند الوضوع كويس قال ها فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها تكلم مع عيسى فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية السرية النهر قال لي النهر ده مو ياشرب منه كده مشكلة المو يتحلت اها وهزي اليك بجذع النخلة ياقوان النخلة دي طويلة وبعدين جذع النخلة استي لو شايلة بلح فوق انت لو ضربت الجذع كده مهما ضربته خليه امرأة وضعيفة في حالة وضوع لو انت راجل صبي شفت صبي جيد دقيت النخلة دي بقوة كلها انت ما بتنزل ولا بلحة واحدة صح هتنزل بلحة ولا واحدة ما بتنزلها شوف المعجزة كيف قال له وهزي اليك بل راحة كده بس بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية انزل ليه قال له رطب من فوق عشان كده العلماء قالوا احسن اكل للحامل البلح اسلح حبوباتنا اول من المرة تالي طوالي جيبوا لهم ما ديتها البلاحة انت قال كلام ده مستنبط وعنده فهم كويس قال لا تساقط عليك رطبا جنية فكلي لكن مشكلتهم حلت واشربي وقري عينا وارتاحي تمام طيب دي قال عندنا مشكلة لسه قاعدة قال لي يا شنو حتمشي لأهلاء تقول لهم شنو قال ليها برضو حلال يا قال ليها فإما ترين من البشر يا حدا لو قابلك ايزول ما تتكلمين معه خلي ليه كلامنا انا ده بتتكلم معه فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم ينسي قال لا أنا بتكلمنا ده واتي ما تقول لي ليزول أي حاجة أول ما يضعت ربنا قال فأتت به قومها تحمله أول ما جاتهم طبعا جماعة عجبوك والناس بحبوا لك الإشاعات فيمت وبيبادروا بالشينا الواحد مرات انت ما يفهمك أنت ذاتك ما لك وشكلتك شنو ما يفهمك يبادر لك بالشينا قبل ما يفهمت موضوعك شنو ذاته فيمت كلامي فأول ما جات قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ده شي مفترع يعني شي ملفق جبتي من وين ده ما كان أبوك امرأة سوء أبوك ما كعب ولا كانت أمك بغية الشي ده تجيبتي من وين لا عند أمك لا عند أبوك ده شنو تجيبت لين هذا فأشارت إلي ما بتتكلم أشارت لهم عليهم كده يعني تكلموا معاو في كتب التفسير قالوا الجماعة زيعلوا زيادة لما نشارت لهم معنى الكلام يعني بعد ما جبتي لينا ولد ويت ما مزوجة كمان تقول لينا اتكلمي معاو اتكلموا معاو كمان اتكلم لينا مع واحد يا دوب ويلده آه بعد ذاك عيسى عليه السلام بدي أتكلم أول كلمة قال عبارة عن رد وهدم لعقيدة النصارى الليلة كلهم أول كلمة قال اليوم قال إني عبد الله لأنه النصارى الليلة بقولوا عيسى الله وواحدين بيقولوا عيسى ولد الله طوالحة ساملون الموضوع ده أول كلمة قال إني عبد الله أنا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى عشان كده يا أخوانا منزلة العبودية ما منزلة دنية منزلة رفيعة جدا وفي ناس الليلة بيعتبروا إن منزلة العبودية دي ها كأنها انتغص كأنها انتغص مثلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا مج رفعوا بكون عبد فأشرف المقامات ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ربنا شرفه من مقام العبودية لكن الليلة في ناس واحد بجاي قريب خليك من بعيد هنا قريب عقيدته قال قال النبي ده نور بس ما بشر والغريب أنه في القرآن نص الآية ربنا سبحانه وتعالى قال شنو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر يعني من ناحية البشرية مش من ناحية الفضل والمكانة ورفعة لا لا دي فوق هو ما بيلحق فيها ولا ملك ولا بشر مكانته عالية لكن من ناحية البشرية البشرية جسم إنه جسم ها ويأكل ويشرب وينام من ناحية البشرية هو بشر ونحن ما بنقول هو نور لأنه في ناس يقول ليك في حديث جاه واخدته حبل كده للرسول صلى الله عليه وسلم ولي خيط قالوا نختبره لو قطع الخيط ها يبقى بشر لو ما قطع الخيط يبقى نور وجه ماشي فيه والخيط يا ناس هوي ما في كلام زي ده ده كلام ملفد النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد جوال الكفار المجارمة عليهم لعنة الله واحد اسمه عبد الله بن قمئة كافر في أحد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في راسه وشجى راسه هنا ها وشرط شفته التحد ودخل السنة المغفرة الطاقية جو وجنته ما عقول ده يكون نور في نور بيتجرح في نور بيتعوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام لشان كذا عيسى بن مريم وراءهم إنه ربنا شرفوا بإنه عبد لله عبد من عباد الله وربنا سبحانه وتعالى ما بيقبل كون زول يعبد عيسى ابن مريم لشان كذا ربنا يقول لعيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله تقولت لهم أعبدوني عيسى عليه السلام ما قال له أعبدوني ولا قال له أعبدوا أمي الليلة يا أخواننا مشكلتنا ومصيبتنا الكبيرة في البلد أكبر مشكلة عندنا إنه في ناس من الجهلة والما فهمين الدين الإسلامي قدسوا الشيوخ بتاعنهم وعبدوهم من دون الله البنادون في الشدائد والبتبركوا بيهم والبسالوهم ويدعوهم من دون الله عز وجل والبستشفوا بيهم وده كل باطل مبجوز ولا لي عيسى بن مريم عليه السلام النبي الكريم من أولي العزمة الخمسة من الرسل طيب خلاصة الكلام وانهايته الوقت داك لما جاتوا وتكلمت معاهم عيسى تكلم يا أخوانا دي مش معجزة واضحة مفترض يأمنوا لأنه تكلم معاهم في المهد صبي صغير ما آمنوا بعدها عشان كده في ناس قلوب دي مختوم عليها ربنا قال ولو نزلنا عليك كتابا قال ليه لو جبنا لك كتاب نازل من السماء في خرطاص في ورقك فلمسوه بأيديهم جاكده من الله فوق نزل شافوه نزل ما سكوكده في الدوم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يقولوا والله سحرتونا ساي بس يبتوا لنا حاجة سحر غشيتونا بأي نزلت من فوق كده ونحن هبشنا لكن برضو بنؤمن بها في ناس عجيبين جدا شان كده ديل رغم إنه عيسى ابن مريم عليه السلام تكلم معاهم في المهد ما آمنوا لكن برأ أمه عليها السلام برأ تماما من التهمة كيف برأة؟ لأنه كما تكلم عيسى في المهد وده شي غريب مفترض هم يفهموا إنه هي ولدة من غير زوج وده غريب زي ما هتكلم في المهد وده غريب مدام ده غريب وده غريب وده غريب عليهم يبقى دي كل معجزات من عند الله سبحانه وتعالى ومريم عليها السلام بريئة من التهمة اللي اتهموا بها هذا وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصية القحطانين